بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه اللهم صلى على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المشتقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم علمنا ربنا سبحانه وتعالى أن نذكر الله على كل حال أن نذكر الله في الرخاء وأن نذكر الله في الشدة أن نذكر الله عند النعماء وأن نذكر الله عند البأساء الإنسان مطلوب منه وهذه نعمة إذا يسر لها وإذا نجح أن يفعل ذلك أن يستديم في ذكر الحق سبحانه وتعالى بقلبه وباللسانه حتى عند إذا نزلت شدة ووصلت حتى الشدة إلى مصيبة فإن الله سبحانه وتعالى يبشره إذا صبر وذكر بذكر الصابرين وهناك ذكر للصابرين من صفة الصابرين أن يذكروا به وأن يتحققوا به وهذا الذكر يعين على الصبر إذا حصلت الشدائد وعلى فكرة نحن لا نسأل الله الصبر ابتداء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يسأل الله الصبر قال له لا تفعل هذا فقد سألت الله الابتلاء لكن إذا نزل الابتلاء ونسأل الله أن يعافينا جميعا من الشدائد والمصائب وأن يجعلنا عبيدة إحسان لا عبيدة امتحان لكن إذا نزل عند إذن أصبح الصبر مطلوبا وأصبح هذا الذكر الذي نتكلم عنه مطلوبا وهو أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون القرآن يحدثنا أن الحياة فيها ابتلاءات وفيها من الأمور ما يسر ومن الأمور ما يبكي ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإلا إليه راجعون فأحد ألوان الصبر الصبر عند المصيبة وخصوصا عندما يتلقى الإنسان نبأ لا يعجبه في أي شيء نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم أيها المشاهدون الكرام ولكل أحد العفو والعافية واللطفة في الدنيا والآخرة لكن علمنا إنا لله وإنا إليه راجعون هذا ذكر معناه أننا جميعا مملكون لله كما نقول ليس لنا في أنفسنا شيء إنما نحن مستأمنون حتى على أنفسنا ومستأمنون حتى على أموالنا ومستأمنون حتى على الأرض التي نعيش فيها فلذلك إن لله وليس ذلك فقط يعني نحن مملكون لله كلنا لله سبحانه وتعالى وليس ذلك فقط ده أيضا المرجح والمآل إلى الله وإنا إليه راجعون وهذا في الحقيقة لمن يعي الأمر ويتدبر يعرف أن المآل عند الله سبحانه وتعالى وهو مآل حسن عند الكريم الحق سبحانه وتعالى وهذا يعلمنا أن الأمر يمما يبدو مهولا وشديدا في أعين من هو في هذه الدنيا ومن هو في هذه الحياة لكن في الحقيقة ولما تكشف الحقائق أمام نظر الخلق فالأمر بالنسبة لذلك أمر يسير ولأنها أصلا دار لن تطول كثيرا بالنسبة للرجوع إلى الله سبحانه وتعالى فإن لله وإن إليه راجعون ليس ذكر سخط ولا ذكر غم هذا ذكر يفتح الأمل أن الرجوع إلى الحق سبحانه وتعالى والنزول به هو خير منزول به وهو أفضل من يكرم عباده ولذلك إنا لله وإنا إليه راجعون ذكر لترطيب قلوب الصابرين ولجعلها في ألسنتهم ذكرا على الدوام أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم تمام العفو والعافية وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أشمعين شكرا لحضرتهم